إلى البحر عبر وادي مليان واعتبرت أن هذه القنال ستحدث كارثة بيئية بالمنطقة نسب التلوث بوادي مليان قد تشد ارتفاعا كبيرا بسبب ربطه بقنال لتفريغ المياه من سبخة السجوم إلى البحر الأمر الذي يشكل خطرا على البيئة وعلى صحة المتساكنين بمنطقة رادس مخاوف أطلقتها جمعيات بيئية عقب إنجاز وزارة التجيز والإسكان والتهيئة الترابية لقنال لتفريغ المياه من السبخة إلى البحر عبر وادي مليان إذا كان عنا تقريبا ستين ألف متر مكعب هنا نشوفوا الحالة هي كيفاش باش نزيدوا ستين ألف متر مكعب أخرى من السجوم فإنه الوضع باش يزيد يدهور أكثر الوادي نتيحنا ديما نمسخ فهمت يصبوا فيه المعامل كله الدنيا كلها فهمت ولا لا يجر كله ومبعد يصب في البحر البحر بتباعد نعومه فيه كان الرواح وكان النموس وكان له سخ وكان اللي فهمتني شو يقول لك كارثة 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 حالة من جهتها أكدت وزارة التجيز والإسكان والتهيئة الترابية أن هذا المشروع يهدف إلى تفادي الفيضانات عند ارتفاع منسوب المياه بسبخة السجومي تم أعداد دراسة الشام لحماية تونس كبرا الفيضانات من طرف وزارة التجيز والإسكان والتهيئة الترابية وبينت ظورت الحط من مستوى المياه بسبخة السجومي وربطها بمجرى واد مليان وبالتالي بالبحر وللتذكير فأنه منذ تقريبا حوالي خمسين سنة السجومي كانت مربوطة طبيعيا بمنطقة واد مليان أديوان الوطني للتطهير اعتبر أن نقل المياه نحو منطقة رادس مليان لا يشكل خطرا باعتبار أنها مياه معالجة المياه منطقة الغربية لتونس العاصمة لكلها تتحول للمحطة تير العطار وتقع المعالجة نتاحها غديكا ومعات تصب حتى قطرة ما ملوثة في سبخة السجومي ويذكر أن مصب واد مليان جعل منشاط إيرادس أحد أكثر الشواطئ تلوثا وأن إنجاز قنالا عبره يزيد الوضعية البيئية والصحية تعقيدا وفي موضوع آخر أكد النطيق الرسمي للقطب القضائي ترجمة نانسي قنقر